فيه يعني وقعة حبة أتوقف عندها موضوع حبة أتوقف عنده شوية الحقيقة دكتور إمام رمضان ده أستاذ في قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية جامعة الأزهر قام الراجل نشر لك فيديو على صفحة الشخصية بتاعته بيعمل إيه؟ بيفتي طيب بيفتي بإيه بقى؟ بيفتي بجواز سرقة الكهرباء والمية والغاز مش بس كده ده اعتبر أن اللي بيقوموا بالسرقة مش بيرتكبوا جريمة مخالفة للشارع والله يا أستاذ اللي أنا أعرفه أن الكهرباء والمية والغاز بمال عام هل الدكتور إمام رمضان عنده العلم اليقين اللي خلاه يفتي بجواز سرقة المال العام؟ يعني نقفل الباب على هنا ونقول للناس يلا سرقوا المال العام؟ يلا يا جماعة مفيش مشاكل؟ أنتوا كده مرتكبتوش مخالفة؟ هو ده طبيعي؟ يعني أنا طبعا مش أهل اختصاص لكن بحسابات العقل والمنطق أنا بشوف أن ده تشجيع على مخالفة صدرة هذا التشجيع صادر من الناس المفروض أنها هي أهل الحكمة أهل الهداية بعد الفيديو والتصريحات اللي قالها الرجل ده جامعة الأزهر قررت أنها تحيله للتحقيق واعتبرت الجامعة في قرارها أن ما بدر من هذا الرجل فتوى شازة الأزهر قالوا دي فتوى شازة مخالفة لكل الفقهة اللي نعرفه وتتعارض مع تعليم الدين الحنيف ترجمة نانسي قنقر